أنا بحس بإيه يعني أنا بقى ما عرفش يعني دلوقتي أنا إيه اللي يخليني أشك إن أنا ممكن دي يكون عندي أول حاجة عصر هضم يعني إيه عصر هضم عصر هضم دي كلمة مهمة جدا ما فهمناهاش إلا بعد ما تخصصنا كاز هضم على فكرة يعني كلمة يعني إيه عصر هضم فينا سيب العصر هضم على الإمساك عصر هضم يعني أنا بأكل الأكل وحس إنه هو واقف على الستري ببينزلش دي معنى كده يعني الأكل مش عارف يتحرك ده عصر هضم علشان يعدي من المعدة محتاج إنه هو يكون يعني المعدة فعصته جامد في بعضه كده حيث إنه هو يبقى يبقى سائل ويقدر يعدي الأمعاء فلو ده ما حصلش كويس مش هيعدي فهي دي الأتش بايلوري بتعمل كده ويبدأ يحصل لنا انتفاخات ويبدأ يحصل لنا مغص ولغبطة في بطننا وكلام ده كله اللغبطة دي هي دي غالبة الأتش بايلوري ولذلك حتى لما بنيجي نعالج القانون العصبي لو شفنا الإرشادات الدولية في علاج القانون العصبي وبعد كده نتكلم نتكلم بس هي دي الملخص الأتش بايلوري